يتمتع سد النهض الذي وضعت إثيوبيا حجر أساسه عام 2011 وأصبح أكبر مشروع قومي لإنتاج الكهرباء في إفريقيا بساعة استيعابية تبلغ 74 مليار متر مكعب وهو مجموع ما تحصل عليه مصر والسودان تقريبا من حصتهما السنوية إلا أن خزان السد يمكنه أن يحجب مرور النيل الأزرق إلى دولتي المصب لمدة متواصلة تبلغ عاما ونصف العام ما أثر مخاوف مصر والسودان رغم تأكيدات أديس أبابة دائمة بأنها لا تستهدف الإغرار بدولتي المصب رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أطلق رسميا عملية إنتاج الكهرباء من سد النهضة وسط تحفظات من جانب مصر والسودان فيما أصدرت الخارجية المصرية بيانا مقتضبا قالت فيه إن البدء بشكل أحادي في عملية تشغيل سد النهضة يعد إمعانا من الجانب الإثيوبي في خرق التزاماته بمقتضى اتفاق إعلان المبادئ لسنة 2015 أما السودان فقد التحقت بمصر في التنديد بكل الإجراءات أحادية الجانب من قبل إثيوبيا بإطلاق إنتاج الكهرباء في سد النهضة حيث ترى القاهرة والخرطوم في المشروع تهديدا لهما نظرا إلى اعتمادهما الكبير على مياه النيل فيما تعتبره أديس أبابا ضروريا لتأمين الكهرباء ولتنمية البلاد وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد حذر في وقت سابق إثيوبيا من خطر نشوب صراعا بسبب سد النهضة وأن التعاون والاتفاق أفضل من أي شيء آخر إلا أن السودان استبعد الإقدام على الخيار العسكري وأنه لا يزال الحديث عن الخيارات السياسية وهذا ما دعت إليه الأمم المتحدة في حث كافة الأطراف إلى القيام بما في وسعها لتهديئة التوتر فيما لم تتوصل محادثات أجريت برعاية الاتحاد الأفريقي لاتفاق ثلاثي حول سد النهضة